السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم نعود لكم واحد القصة التي هي غريبة وعجيبة القصة هي دكتورة من أصول مغربية تتكن في مدينة طنجة والاسم هي مريم وهذه الدكتورة هي الوحيدة التي لديها والدها والدها أغنياء يعني عنده دكتورة الفاحش ولكن طيبين وعنده بحسن الخلق ومتدينين رباهها تربية طيبة تربية دينية هي والد عمى وتخرجت من كليات الطب في المغرب من أحسن كليات الطب في المغرب بتقدير جيد جدا ومشو هي والد عمى يكملوا دراسة ديالهم في فرنسا موتم معه وتخرجوا من أحسن كليات في فرنسا وبتقدير جيد جدا تخرجت يعني طبيبة ديال العظام جراحة ماهرة وحتى والد عمى تخرج دكتور وتجوجه مع بعدياتهم سبع سنين هم مجوجين ومارزقهم شي ربي بالدرية أردت على جميع الدكتورة اللي في العالم ولكن ما جابش ربي بالدرية صافي قالوا ربما ربي الحبي ما بغاناش يكونوا عندنا الدرية وكي مستسلموش بقاوك يدعي والله يصليوا على الرسول فهمو ما كيفترش من ذكر الله وما كانوا متدينين وعمر فهمو فتر من ذكر الله وما الصلاة على الرسول بزاف كي صليوا على الرسول عليه الصلاة والسلام وكانت الحياة ديالهم طيبة بنية على الاحترام وعلى يعني على الثيقة في بعدياتهم ومشي مع بعضهم بما يرضي الله من بعد وقت كتعمل مؤتمرات في الدول العربية والدول الأوروبية يعني السعودية الإمارات الكويت عمان قطار في الدول الأوروبية عود كندا إنجلترا أمريكا واحد المرة كان عند مؤتمر في المغرب في مدينة الريباط العاصمة وباش ما تأخر شي شبرت البوراق من طنجة من الريباط طلعت ركبت في الكلاسة الأمامين بقال كورسي له قدامه خاوي باش شوف المشيء أضله كي باش كي صخر الأمور من بعد طلع وحد الشيخ واقور الوقار على وجهه النور على وجهه عنده واحد العاصة كيتكا عليها هيدا رجل كبير في السنة يعني في البداية ده الثمانينة وطلع معه ولده قال لي بنتي واش نقلس قداما قاتله قلس قلس قداما ولده قلس في جنب دياله يعني قبلته من بعد بقاك يذكر الله بزاب ويصلي على الرسول شوية شف فيها قل لي لكن تقلقتك ان خفضت الصوت ديالي قاتله لو خفضتها شوية يكون حسن لأنه هي يعني خداما في البيسي هي ما كيكونوش يقلسوا ما خداما على طل من بعد داه نعس داه نعس بقاك يشخر تيك شخر دياله قلقة شوية شوية ولكن ما قدرتش يتناوضه أنا رجل كبير وعز عليها شوية يتسمعوا الصلاة عليك يا سيدي يا رسول الله السماء والطاعة يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله الدكتورة قاتلت تعجب قاتلت ربما فايقوك يعمل هيدا ولكن لا عيشي شويش ولا رش خير دياله إذا سيدي ناعس قاتلت تعجب قاتلت تفهم شوية ونض نض قال لك النور عنده على وجهه كتر من اللي كان ونض واحد الواقر على وجهه كتر من اللي كان والجابين دياله عرقا نض والده هزو واحد كليني كن ساحلو على وجهه ساحلوا الجابين دياله وقال لها والدي الدكتورة ماريام هي معانا هنا في القيطر في البورق قرار ركبها معانا الدكتورة اللي عتعمل لي العملية رهي معانا هنا في البورق من بعد هي سمعت الاسم دياله بقد كتتعجب شاول ديقلت في المكان دياله وسقساته قتلتين عجلي العملية اليوم اتعمل لي الدكتورة ماريام جرحة العظام اللي كلش كي يهدر اليها هذا بجرحها مائرة قرارت هنا هي في المغرب وقرارت في فرنسا مهم كي يعطيها التفاصيل دياله هي ماريام قتلوا سينكت عرفة قال لما كان عرفاشي قتلوا أنا الدكتورة ماريام سيد قال لك ما تعجبشي بقاديك العصر اللي هو كيوكي عليها كيعمل فيها في القاعد القيطر هيدا وكيبتسم ويشوف فيها هي اندهشت أنه ما تعجبشي شويشي قتل قتلوا وتينشكوا قالا لك قتل الراسل عليه الصلاة والسلام كلك في الساعة هو الي اندهش قال من أخبركي من أخبركي هذا يعني هو حلم وتينشكوا ما يخبرك قتل الراسل عليه الصلاة والسلام هو اللي قال لي وقال لك يعني لكVESойти انتنا اللي جي العملية بيدك ووصك عليها انك تعمل معايا مزيلا من البداية لنهاية وبالإمارة البارح انتنا الرجلية اللي كنت في النزهة وهزيتك فوقكم للله وبقيتك تدعو لله سبحانه وتعالى يرزقكم بالدرية الصالحة وكانت في يدك واحد الورقة المذكرة وفي يدك القلم كنت كتدون شي حاجة كتقيد وطحوا لك من يدك في اللحظة اللي كنت كتدعي لك الساعات انفجرت بالبكاء لان كل شي صحيح حنا سعلي الدوب قد كتبوا سالو وهو كدو وزل على رصب حالي بنتو ومن بعد قل لا عندي بشرة لي لك واحدة اخرى قل له شن هي قل انتنا حامل وبتوأم محمد وعبد الرحمن قد كتب كي قل له انا ما خليت تطبي ما خليت تدكتور قل لا قال لي الرسول عليه الصلاة والسلام ما وصل لك هاد البشرة بلي انتنا حامل بتوأم محمد وعبد الرحمن في ديك اللحظة اللي اللي هضروا هيدا كانوا صال بورق للمكان ديالو جبرت السيارة كتتناها اركبتوا معها وداتوا منيشا المستشفى حجزت له شافت ديك تقم الطبي قتلوا مشرفوا عليه يعني تحالي ديالو كل شي شرفت عليه بيدها ودخلاتوا عملت له العملية هي بيدها ما اعتمدت حتى على شي واحد وبقيت معه صهرة يعني حتو ما عنده مو حد تقم طبي ثم ما ملك يده كتيرا كيعملوا العملية كيخلوا ديك التقم الطبي هو اللي مكلف هو اللي كيشوفش انه واجدت الحرارة واش نقصد شي حاجة او لا هي اللي هي شرفت عليه بيدها بيدها شرفت على ديك سييد من البداية للنهاية حتى صخفت ملي صخفت جودة كاتيرا كيجري والدكتورة ماريام صخفت هزوها اه عيطول الراجل ديالا المهم هي ملي فطنت شافت الراجل ديالا قدامه قال لما تدخل عشر نتينا مزيان ولليك عندي لليك واحد لبشر نتينا حملة قاتلوا انا حملة وبتوأم وبمحمد وعبد الرحمن قال لك كيفش كتقول هاد الكلام وانتينا في الاسابيع اللو ولا نية بقي ما عرفنا لا ولد ولا بنت ولا شي واحد ولا جو وانتينا تقول هاد الكلام قاتلوا انا كان قول لك انا حملة التوأم محمد وعبد الرحمن فعلا من اللي لو كي يدوزوا وهادي وكبروا ديك العيال في الكرش ديالا عرفوا انها عندها توأم وبجوج وليدات ومن اللي ولدت سمت محمد وعبد الرحمن ساعة الرجل ديالا يقول لك شيء لله هي ما قتلوش على الشيخ لانا الشيخ خلا ما تقول شيء وذا با عندهم عامين كي يكبروك يلعبوا معاهم كي يجريو وشوفوا الفضل الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام لانا ما تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام بزاف الف الفين يعني ايش حال ما صليتي كيتكن عندك بركة في الدار كيتحلك الامر ديالك كاملة كي نور لك القبر ديالك من اللي كتموت كيكون عندك إلا صليتي عليها صالة وحدة كيصلي عليك ربيها عشرة إلا صليتي عشرة كيصلي عليك ربيها مئة ويصليتي مئة كيصلي عليك ربيها ألف يعني شوش حال ديال الخيرات وباقي 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 هاتشي اللي ما كان عرفوش إحنا يعي هاتشي اللي قليل اللي كان عرفو وعدي لك الترسي في الصلاة على الرسول قدرت شوف الرسول في المانم عليه الصلاة والسلام وشكولي يكره أنه شوف الرسول في المانم عليه الصلاة والسلام ممكن تمنى تقول معي دبا اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون عن النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي على سيدنا محمد في الأولين وصلي على سيدنا محمد في الآخرين وصلي عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين